السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين يحيى جاي لكم النهاردة جماعة فيديو جديد قبل ما نتكلم في اي حاجة ياريت نصلي على النبي في كومنت اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد العربية دي جماعة مقرباز عادل مكنة سرئيل جاي صاحب العربية بيقول لك بلاقي بوع في الاربة او دهنسة كده زي اثر زيت في الاربة مدة اسبوع والاسبوع الثاني جيد بقع وزيت زيت زيت يعني في الاربة والعربية بدأت تسخم وانبارح عرب يرفع فحلنا السرابنتينا اللي ايه جوان السرابنتينا ضارب هو زي ما انت شايفين تمام او الحتة السودة دي تززيت مترح ما بيخروي وبتخل فيه في المية في حارة المية وهي الحت اللي بقى ايه دي البهبة مدانة زيت دي سرابنتينا ورفيها الفنتر ضغط الزيت في فرق يا جماعة بين انك تلاقي زيت في المية او تلاقي مية في الزيت في فرق بل اتنين لو لقينا المية في الزيت هتبقى السرابنتينا زي ما انتو شرفين ايه عربية فيها سرابنتينا فيها تبريد مية حوالين الزيت هيبقى الزيت اللي في المية ده السرابنتينا جوانتها ضربة تمام تمام او مخرومة من جوه تمام طب لو لقينا مية في الزيت لو لقينا مية في الزيت بقى جماعة هيبقى هيبقى دوجوان وش السريند الضارب تمام يا اما في شرخ في البلوك يا اما في شرخ في وش السيرندر تمام تمام في شرخ في السيرندر ممكن ينزل المية في الزيت حسب الشرخ وفي شرخ ممكن يخلي العروية تنفخ منك مية تحل غضل الاربة تنفخ في وشك المية تشويك تمام بعد الغسيل والنظافة هو الصنفرة مكان الجوانات اهو صنفرنا ولمعنا وزبطنا الدنيا من الآخر زي ما انتم شايفين اهم من الشغل زبط من الشغل يا جماعة اهو دي المكان السيريل 2400 اللي هي ايه في انتر الزيت بتاعها مية واحد مش مية وخمسة عشر الفايف ايه مية وخمسة عشر اوسرة بنتنا مكانها نظفنا وصنفرنا وغسلنا وروقنا الدنيا تمام ونجيب جوان وندهان سيليكون ونقفل عربيتنا وندور ونشوف ايه الدنيا مع بعضنا تمام وهي اتصل على النبي في كومنت وادينا لايك وتفرج على بقى الفيديو في صمت للاخر هياجبك هندور العربية وهتسمع صوت العربية عاربة او زي ما انتم شايفين ركبنا وبنربط كلها طبعا اتناشر والسيرابنتينا الجوانية اللي بيمشي فيها الزيت ضغط الزيت طبعا تم الناس بتقول لك ليه طب الزيت ما يخشش في السيرابنتينا والاتنين كده خلطين على بقى ضغط الزيت اشد من ضغط المية عشان كده الزيت اللي بيدرف المية تمام اهو نقفل كده وبعد كده هندور يا جماعة عدس مصوت العربية وصلى على النبف كومنت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر